أفد مرسلنا في اليمن بأن مسلحين من عناصر تنظيم القاعدة فجروا مقر إدارة الأمن في مدرية لودر في محافظة أبيان جنوبية اليمن مصادر ميدانية أكدت أن عناصر الأمن ومسلحين من أبناء المدينة تصدوا لهذا الهجوم كما أوضح جهود عين أن الشباكات عنيفة أسفرت عن مقتل نحو 14 من عناصر القاعدة بالإضافة لعدد من أفراد الأمن شكرا